كرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي في دورتها الثامنة عشرة في حفل شهده سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة ومعالي حميد محمد الكطامي وزير التربية والتعليم ومعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء الدوائر في إمارة الشارقة خمسة عشرة فئة هي التي تتضمنها جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي وقد آتت ثمارها بأن تم تكريم المشاركين بها من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في حفل نظمه مجلس الشارقة للتعليم بقاعد المدينة الجامعية وبعد وصول رائع الحفل وعزف السلام الوطني وتلأ وتعيات من الذكر الحكيم ألقى معالي حميد محمد الكطامي وزير التربية والتعليم كلمة أكد فيها أن الطريقة إلى منصات التتويج ليس سهلة فالعمل الجد والجهد المتواصل والمثابرة والإبداع جميعها مقويمات أساسية للفوز بهذه الجائزة الرائدة سواء على مستوى الطالب أو المعلم أو الإدارة المدرسية أو الأسرة أما سعدت الدكتور عبدالله السويجي رئيس مجلس الشارقة للتعليم فقد أكد في كلمته أن التميز يكون في الفكر الوقاد والأهداف السامية والغايات النبيلة بالتجديد والتطوير والإبداع الهادف النابع من واقع المجتمع والمرتبط بجذوره العميقة وقيمه النبيلة ومبادئه السامية الأصيلة وإكمالا لكلمة مجلس الشارقة للتعليم ألقى سعدة عائشة سيف أمين عم المجلس وأمين عم الجائزة كلمة أوضحت خلالها أن بث روح التنفس الشريف والطموح الهادف في ميدان التربية والتعليم حافز لتكون المخرجات خلاقة والرؤى منتجة فكانت توجيهة صاحب السموي حاكم الشارقة منارة يهتذي بنورها السائرون على طريق الإبداع وتطوير أما كلمة الفائزين فقد ألقتها الطالب نوف فؤاد الحمادي من مدرسة وسط الثانوية النموذجية وجهت خلالها الشكر لصاحب السموي حاكم الشارقة على دعمه لمسيرة التعليم وعلى كل كلمة تشجيع دفعتهم للأمام وعلى كل بيئة تربوية سخرت ليتعلموا فيها بعد تلك الكلمات تم تقديم فيلم وثائقي عن مسيرة الجائزة من إنتاج تلفزيون الشارقة كما تم تقديم أوبريت علامات الفخر من تأريف الشاعر الإماراتي راشد شرار والحان الملحن خالد ناصر وأداء مدارس منطقة الشارقة التعليمية برنامج الحفل ذلك كان مقدمة لتكرم صاحب السموي الشيخ الدول سلطان من محمد القاسمي بتكريم الفائزين بجميع فئة الجائزة ففي فئة الأفراد والمؤسسات الداعمة للجائزة فاز الملجس الأعلى لشؤون الأسرة نظرا لما قدمه من الدعم للجائزة والحق للتربوي بشكل عام أما فئة أفضل منطقة تعليمية فقد نال جائزتها ملجس أبو ظبي للتعليم للعام السادس على التوالي وفئة المدرسة المتميزة جاءت من نصيب أربع مدارس من مختلف أنحاء الدولة لتتبعها فئة المعلمين المتميزين التي شملت عشرة منهم أيضا تم تكريم الفائزين بفئة الموجه المتميز وفئة الاختصاصي الاجتماعي النفسي المتميز وشخصية العام التربوية المميزة فئة الذكور والإناث كذلك فئة الطالب المتميز والطلاب المتميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من مدينة الشارقة للخدمة الإنسانية ومن وزارة الشؤون الاجتماعية الجائزة تشمل أيضا الفئات التالية المدارس والأسر المتميزة والمشروع المتميز والبحث التربوي تطبيقي متميز وأفضل دغطية إعلامية والمبدعون التربويون على مستوى الدولة وعلى هامش الفئات تم تكريم فريق عمل أوبريت علامات الفخر ولرد الجميل والعرفان وكما كرم صاحب سمو حكم الشارقة الفائزين بفئات جائزة الشارقة للتفوق والتمييز التربوي تم تكريم سموه من قبل ملجس الشارقة للتعليم لرعايته ودعمه اللامحدود للجائزة بشكل خاص وللتعليم بشكل عام وذلك بتقديم الدرع بعنوان الشارقة 2012 وقد هنى صاحب السمو الشيخ الدكتور سطم محمد القاسم الفائزين من مبدعين ومهوبين ومتميزين ومتفوقين بهذه الجائزة ليأخذ معهم الصور التذكارية لا لتبقى مطبوعة على الورق ولكن لتبقى راسخة في أذهان المكرمين وحافزا لمن لم يكرم ليكون أحد الفائزين بهذه الجائزة في الأعوام القادمة لأخبار الدار سعيد بوغازيين ترجمة نانسي قنقر